قال مصدر عسكري مسؤول بوزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة إن الاعتداءات التي تقوم بها مجموعة من العناصر التخريبية بقيادة المدعو علي ناصر حريق دان والتي تسهدف المرة في الخط الدولي الرابط بين محافظتي مأرب وحضر موت أسفرت عن استشهاد اثنين وجرح أربعة وآخرين من أبطال قواتنا المسلحة أثناء مرافقتهم للعاملين في منطقة الهجرة الدولية وأضاف المصدر في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة إن تلك العصابة لها سوابق في الاختطافات والتقطعات والقتل والتي تثبت بالأدلة القاطعة قيام تلك العصابات بها وصدر بحقها أوامر ضبط قهري من الجهات المختصة وكشف المصدر أن لهذه العصابة تواصل وتنسيق مع مليشيا الحوث الإرهابية مؤكدا استمرارها في الأعمال والسهداف النقاط والمواقع العسكرية المكلفة بتأمين الطرق العامة والتي كان آخرها اعتداء ليلة أمس الخميس على بعض النقاط العسكرية ما أدى إلى استشهاد أحد أبطال قواتنا المسلحة وجرح ثلاثة آخرين وأشار المصر إلى أن القوات المسلحة ستقوم بواجبها الوطني في تأمين المسافرين وحماية الوطن والمواطن وهي واجباتها المناطة بها وفقا للدستور والقانون مؤكدا أن القوات المسلحة ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه إقلاق الأمن والاستقرار وإرهاب الآمنين لافتا إلى أن دماء الشهداء لن تذهب هدرا وعبر المصدر عن شكره لالتفاف قبائل محافظة مأرب إلى جانب الجيش والأمن وسنكارها لهذه الأعمال الإجرامية التي تسيء للواطن والوطن وتضر بالجميع شكرا